سيارة مميز بتصميمه تصميم هاتشباك من النجمة الثلاثية مرسيدس اي كلاس الفين وارب وعشرين بشكل سريع نبدأ تقييمنا اليسارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل السلام عليكم ورحمة الله أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعنا غالين تغذيتنا اليوم نتكلم فيها بالتحديد عن سيارة مميز بتصميمه غير كذا بإمكانيات وأداء جدا عالي طبعا من فترة بسيطة صورنا لكم عدة سيارات من مرسيدس سواء سيارات هاتشباك أو سيدان أو سيارات اي في فاليوم حبينا نصور لكم هذه السيارة نتكلم عن تجهيزاتها ومواصفاتها بشكل كامل فقبل ما نبدأ هذا التغطية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك واكتبوه لنا في خانة التعليقات وإش السيارات اللي تبغون أن يستعرضها لكم بالأيام الجاية طبعا واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإستجرام وفيسبوك كل الروابط بخانة الوصف بشكل سريع نبدأ بالواجهة الأمامية طبعا السيارة فيها كعادة سيارات مرسيدس أنظمة السعار بشكل كامل وهنا الواجهة الأمامية عندنا مثل ما نلاحظه الشبكة الأمامية جاي ما شاء الله بتصبيم جميل فتحات للتهوية أكيد موجودة بالجزء السفلي بالإضافة لتطعيمات اللي هي باللون بيانو بلاك والحساسات الأمامية مع جانبية طبعا مقاس الجنب وتفاصيله بشكل كامل نتكلم عن مقاس 19 إنش طبعا الجنب جاي باللون الأسود عندنا هنا إشارات بالمرايات المرايات عندنا مدمجة بالأبواب تعطيك إنسيابية أكثر فيها دخول ذكي على باب السائق والراكب الأمامي والخلفي يعني الأبواب كلها بدخول ذكي تسكب بانورامة وأنظمة السحار اللي ذكرناها في بداية الفيديو طبعا سعر السيارة تقريبا نتكلم عن 223 ألف ريال تقريبا كأسعار راح نتكلم بحاجات مقاربة لكن إلا حابة يعرف تفاصيل أكثر زوروا الصلاة ويعلمونكم بكل التفاصيل اللي موجودة هنا الجزء الجانبي مثل ما اللاحظ ما شاء الله خط ميكرون بشكل كامل على النوافذ عندنا هنا الجناح خلفي أكيد موجود عندنا حساسات خلفية A200 الدفيوزر بالخلف أربعة فتحات للعالم طبعا راح نترك لكم أسعار أو تفاصيلها كلها بخانة الوصف هذه الحساسات الخلفية طبعا طريقة فتح الشنطة الخلفية بكل بساطة بضغط الزر وهذه المساحة الخلفية فيها أدوات الرفع أدوات ابناء الوكالة وقفلها بهذه الطريقة كمان طبعا مثل ما اللاحظ السيارة ما فيها كاميرات لا خلفية ولا جانبية وهذه الداخلية رياضية بشكل كامل قلنا لكم سيارة مميزة فتحات التكييف اللي بخلف منفذ USB تكايب بالوسط طبعا التكايب اللي بالوسط فيها فيها حامل الأقواب وعندنا هنا وعندنا إضاءات داخلية LED مراتب طبعا رياضية بمكانك تتحرك المرتبة بكل بساطة طبعا مثل ما اللاحظ بضغط الزي تتحرك معك المرتبة فيها مساحة تخزين موجودة فيها طبعا ارباقات بالمراتب هذا الجزء كل كروم مساحة تخزين موجودة هنا نوافذة كلها كهربائية مقابل داخلية كروم تطريز باللون الأبيض ما شاء الله الداخلية تحفى السيارة تحفى السيارة تحفى على مستوى التصميم الداخلي والخارجي نلاحظ هنا وهذه بشكل كامل راح يكون بالتصميم الداخلي لسيارة ايه 200 من مرسيدس هشوف فينا داخلية مميزة الصلعى النبي واول مفتحة الباب الأمامي للراكب الأمامي عندنا ذاكرة حفظ بتحكم بالمرتبة بشكل كامل بالكهربائي أكيد هنا مساحة تخزين هذه السماعات مثل ما نلاحظ المرتبة بتحرك بكل وضعيات عندنا هنا فرمايكا تخشيبة موجودة هنا وعندنا هنا الدرج ما شاء الله تفاصيل متنوع وكثيرة والحين بنشوفها من ناحية السائك ما شاء الله مو أجمل من التصميم الخارجي إلى التصميم الداخلي تحفى ناس هذه هي الأزراع هنا النوافذ المرايات هنا البلاك الإلكتروني هنا التحكم بال هنا التحكم بالإنارة هنا مثل ما نلاحظ تحرك بشكل كامل يدوي بنغير العدسة هنا مثل ما نلاحظ تقريبا فيها شاحن لاسلكي منفذ USB عندنا هنا الصوت المفترض والحساسات أو الكاميرا ثم ناخد داخل السيارة نغير العدسة حتى تكون بوابها بينه بلاك بشكل كامل تشغيل السيارة بالبصمة أكيد عجلة القيادة مكسوبة بالجلد سيكف بانوراما ثم نلاحظ شموان أكيد إضاءات داخلية LED فتفاصيل كثيرة ومتنوعة لكن حبينا نعطيكم مقتطفات بسيطة عنها دعونا نحن نشوف المحرك وهذا هو المحرك أو القلبة النابذ بمرسليس 200 محرك 4 حصونات دفع عمامي 1300 سي سي تيربو الحصن نتكلم بالتحديد عن 163 حصان والعزم نتكلم عن 250 نيوتر مرتبط بناقل حركة 7 سرعات مثل ما نلاحظ هذا هو المحرك بشكل كامل بطانة داخلية موجودة هنا كنوع من النوع العزل بالسيارة الضغاز الأفضل ما شاء الله تيربو مكانتها حلوة نشوف مع بعض بطاقة استهلاك البنزيم أو القود عندنا نوع البنزيم 95 استهلاك البنزيم 17.2 فاصلة 2 لكل لكل تيرب لرغطي نالت على عجابكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونعمل بلايك واكتبونا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبونا نستعرضها لكم بالأيام الجاية حبينا ناخذ بعض المختطفات بعض التفاصيل بعض التجهيزات للسيارة الجميلة والرياضية من العلامة الالمانية مسيليس اي كيو او المعدرة مسيليس اي كلاس الفين واربع عشرين باول وصول لها فاتمنى تغطي نالت على عجابكم وانتظونا بتغطيات جاية في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة